عملية انتخابية نزيهة 100% ما اعتقد ان تكون راح تكون في العراق تعرفون السلاح منفلت هناك ضغوطات دولية اقليمية على بعض المحاور في العراق بصراحة كشعب عراقي يعني يأس تام انه ما اليوم اكو تغيير واخو تغيير وجوه لا انا كم متأكد واني اجزم انه راح نفس الوجوه اللي نتمنى و اللي نرجوه انه تكون هذه الانتخابات المقبلة انتخابات تحت رقابة دولية حتى ما تضيع اصواتنا يعني هباء منثورة كضمان حقيقي للانتخابات انه تكون انتخابات نزيهة وعادلة ما اعتقد راح يكون هذا الشيء اقترح بان تكون هناك لجان امامية تشرف على الانتخابات العراقية من اجل ضمان نزاهتها ماكو اي ضمانات الانتخابات لان هناك قرار جديد هاي البطاقة اللي ما تفعلت راح ينتخبون بيها يتم تعيين بعض الولائين للأحزاب في المفوضة وهذا عمل طبعا اكبر جريمة يعتبر طيب انت شو راح تكون عندك انتخابات نزيهة وانت جايب موظف تابع لك تابع الحزب معين الضمان الحقيقي هو المشاركة الفعلية وعدم استخدام السلاح والمال السياسي في الانتخابات المقبلة نحتاج ايضا الرقابة من القوات الامنية على وجود الاشخاص اللي يحاولون يثقفون في الايام الانتخابية وحاولون يستغلون الناس مراقبة من قبل لجان عليا لجان دولية من قبل لجان امريكية في سبيل نحمي هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر